قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلان هيان رئيس الدولة حفظه الله واجب العزاء في الشهيد الوكيل أول خليفة البلوشي من منتسبي القوات المسلحة الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها وعرب سمو خلال زيارته مجلس العزاء في عجمان عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الواجب داعيا المولى عز وجل أن يتغمده وشهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان كما أدى واجب العزاء سمو الشيخ منصور بن زايد آلان هيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آلان هيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آلان هيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة